صباح الخير ومساء عليكم في الفترة الأخيرة بقى فيه شركات كتير بتتنافس بشكل كوي عشان كده الشركات بدت تعمل موبايلات رخيصة بمواصفات كويسة وطبعا مش شركات ديت هي شركة أوبو أنا جورجي عماد ودي الفور ريفيو للأوبو F5 فمن الجرمة ده وقت خلينا نبتلك اول حاجة لازم نتكلم عليها هي الديزاين الديزاين في الموبايل دوت يعتبر خدعة جديدة جدا وحاجة جميلة جدا خدعة لان الموبايل يبين ان الدهر بتاعه من المعدن لكن لما انت تمسكه بكل سهولة هتقدر تعرف اللي هو معمول من البلاستيك مش من المعدن وفي نفس الوقت هو حاجة حلوة جدا عشان لما تبص على الشاشة بتاعته هتنسى الإحساس بتاع الماسكة اللي انت كنت تمسكه له أوبو عملت الشاشة بالنزام الجديد بتاع كل الموبايلات ان الشاشة تكون وقدة جزء كبير من حجم الجهاز هنتكلم عن الشاشة بالتفصيل كمان شوية لكن الوزن بتاع الجهاز مية اتنين وخمسين جرام تغير ان في حاجة وحشة جدا من رأيي انا شفتها وهي ان الشاشة تحس اللي هي برزة عن الدهر الشاشة برزة شوية عن الدهر وده بصراحة ما كانش احساس حلو خالص ان تحس ان في طبقتين طبقة الشاشة وطبقة بقية الموبايل تحت الشاشة اول حاجة لازم اتكلم عليها لان دي الحاجة اللي بتميز الموبايل دوت وهي الشاشة شاشة الموبايل دوت ستة او خمسة وتسعة من عشرة انش والشاشة بتستغل تمانية وسبعين في المية من وجه الجهاز ده غير ان ينوع الشاشة اي بي اس وبتيجي بتوقت فول اتش دي وكسافة البيكسلات هتكون ربعمية واثنين بيكسل بر انش يعني في الانش الواحد في ربعمية واثنين بيكسل ده غير ان الشاشة محمية بجوريلا جلاس فاير فكرة ان الشاشة تبقى مستغلة لحجم دوت من وجه الجهاز فكرة حلوة جدا لانها بتخليك تقاري الموبايل دوت بمبايلات اعلى منه كتير في الفئة السعرية زي الايفون 10 او السامسون جلاكسي اس 8 او النوت 8 مع ان الموبايل دوت ارخص منهم بكتير ودي حاجة بتميز الموبايل دوت السفتوق بتاع الشاشة كويس جدا حتى برا البيت الشاشة مش هتكون عاملة معاك مشاكل والالواء بتاع الشاشة مش احسن الالوان لكن تعتبر كويسة جدا بالنسبة للسعر بتاع الموبايل نيجي بقى لحاجة مهمة جدا وهي الاداء الموبايل بيجي ببروسيسور ميديا تاك هليو بي 23 وبيجي بجي بي يو مالي جي 71 ده اللي بيخلي الموبايل سريع قوي في ايدك ومش بيسخن كتير لكن يمكن عشان احنا في الشتاء والجو برده بقى فما بيسخنش يعني الموبايل بيجي ب 32 جيجا بايت مساحة تخزين وبيجي ب 4 جيجا بايت رام لكن فيه حاجة هلازم تاخد بالك منها المساحة اللي هتكون متوفرة لك هي 22 جيجا بايت بس يعني تقريبا فيه 10 جيجا بايت للسيستم والحاجات بتاع اوبو تغير الموبايل ممكن تحط له مايكرو اس دي او ماموري كارد لكن مع خطين نانو نجي با نتكلم على حاجة شركات كتير بتحميلها في الفئة المتوسطة للموبايلات وهي الكاميرا الكاميرا الخلفية بتاعت الموبايل 16 ميجا بيكسل وبتيجي بفتحة عدسة 1.8 من 10 دا غير كده هي بتصور فيديو فول اتش دي ب30 فريم بير ساكند الكاميرا الخلفية مش شايف فيها اي انبهارات او حاجات كتيدة زي ما فيهاش بوكا افكت لكن لما نجي نتكلم عن الكاميرا الامامية الكاميرا الامامية 20 ميجا بيكسل يعني الناس اللي بتحب او بتاعشق السيلفي دا هيكون موبايل كويس جدا لها الكاميرا الامامية فيها البوكا افكت او الحاجة اللي بتخليك انت باين واللي وراكي بقى فلور او مش باين او متضلل با غير الهي بتيجي بفتحة عدسة 2.0 لكن عايز اقول حاجة البوكا افكت اللي في الكاميرا الامامية مش حاجة موجودة في الهارد وير دي حاجة في السوفت وير وده يمكن يكون سبب من الاسباب ان السوفت وير كبير واخد مساحة كبيرة من الجهاز نيجي بقى للصوت والبطارية السماعات تحت الموبايل داوت زي ما قلنا موجودة من تحت وبصراحة مفيش كلام كتير يتقال عليها السماعات يعتبر صوتها معقول لكن الحاجة الوحشة اللي فيها اللي هي ممكن تكتم بسهولة جدا بالنسبة بقى للبطارية الموبايل بيجي ببطارية 3200 ميلي امبير وبصراحة البطارية اداها كويس جدا وكان مرضي جدا يعني انت لو استخدامك تقيل للموبايل ممكن تقعد معاك يوم الا ربعة لكن لو انت بستخدم استخدام متوسط او خفيف ممكن تقعد معاك يوم او اكتر من يوم كمان قام التغيير بتاع الموبايل دوت حاجة من الحاجات اللي لازم نتكلم عليها الموبايل بيجي باندرويد نوجا من اول ما تفتحه من الصندوق لكن زي ما يقولنا السوفتوير اخد مساحة كبيرة من موبايل وده عشان زي ما الاوبو اف 5 شبه الايفون 7 في التصميم برضو شبه نظام ابل اوبو اخدت كتير قوي من نظام شركة ابل وحطته جوا نظام بتاعها اضافة لشوية مميزات اوبو اللي هي بتبقى شبه تكتب سي فالكاميرا تفتح او دوستوستين فالموبايل يفتح طيب دلوقتي ايه المميزات بتاعت الموبايل دوت و ايه العيوب بتاعته ولو هكارن الموبايل دوت هكارنه بانه نوع موبايلات قرق البصمة في الموبايل دوت سريع جدا لكن لو انت مش عايز او مش وتحب قرق البصمة عنده قرق الوجه حاجة شبه الفيس اي دي يعني بتخلي الموبايل يفتح بوشك من الكاميرا الامامية لكن اوفو هي اللي عاملها جير كده اكيد انا شايف ان الشاشة والكاميرا تعتبر من مميزاتها في الموبايل دوت وبالنسبة لعيوم فالموبايل دوت بيجي ب مايكرو يو اس بي مش يو اس بي تايب سي ده غير التصميم بتاعه اللي معمول من البلاستيك ولو هكارن الموبايل دوت اكيد هكارنه مع الواوي مئة تين لايت ومع الشاومي اي وان وبس كان كون وصلنا الاخر الفيديو ده كان رائي في الابو اف فايف ما تنساش لو عدبك الفيديو تعمل لايك وتعمل او اشتراف في القناة عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بعملها وما تنسوش يا جماعة تشوفوا الفيديو اللي فات بتاع رحلة البحسة عن اقوى هاتف كان فيديو كويس قوي عايزين نوصله مئة لايك تقريبا نقص عشرين لايك كومنت بتاع النهاردة هيروح ليه يا عمر امين شكرا يا عمر على كومنتين حلو دوت شكرا عشان جبتوا الفيديو كان معايكم جورج عمالت واتوبكم بالفيديو كاين ان شاء الله سلام شكرا